إلى ذلك جددت الجزائر على لسان وزيرها الأول عبد المالك سلال دعمها للمصاري السياسي تفوضي بين المغرب وجبهة البوليزاريو من أجل إيجاد حل نهائي وعادل لهذا النزاع يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصيرة وقال سلال في حديث لجريدة الشرق الأوسط في عددها لليوم الجمعة أن قضية الصحراء الغربية ملف بين يدي منظمة الأمم المتحدة وهي الآن محل مسار سياسي تفوضي بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على أساس مبدأ حق تقرير المصير وبخصوص غلق الحدود المشتركة مع المغرب وإمكانية بناء علاقات طبيعية مع هذا البلد بعيدا عن نزاع الصحراء الغربية أدى سلال بأن المغرب بلد منجار وشقيق وبيننا نقاط خلاف عالقة تتباين بشأنها وجهات والنظر وذكر في هذا الصدد أن غلق الحدود البرية جاء ردا على القرار الأحادي لسلطات المملكة المغربية بفرض تأشيرات دخول على الرعاية الجزائريين وبرزا أن العلاقات الدولية محكومة بمبدأي اللباقة وحسن الجوار وأكد في هذا السياق أن الجزائر تفضل مقاربة شاملة تطرح فيها القضايا في حوار مباشر ترجمة نانسي قنقر